عشرون عاماً كانت كافيةً ليدرك العالم حجم الكارثة التي حلت بالمنطقة فضلاً عن العراق إنسانياً واجتماعياً وأمنياً واقتصادياً وحضارياً كذلك منذ أن غزت أمريكا البلاد رسمةً مشروع الفوضى الخلاقة الذي كانت إيران أداته التنفيذية الكبرى سردية المأساة التي حلت بالعراقيين على مدى عشرين عاماً لم تعد تخفى على أحد ليعادى استعراضها بأرقام الضحايا وحجم الفدائح والانتهاكات والخسائر المادية لكن ما هو مهم؟ السؤال المؤلم إلى أين وصل العراق بعد هذه الرحلة المأسوية ومتى تنتهي هذه المحنة؟ يقف المجتمع الدولي اليوم عاجزاً أو ما زال متعاجزاً عن احتواء الأزمة التي اجداحت المنطقة منذ تم العبث بالأمن القومي للعراق وجعله ساحة مفتوحة للإضطرابات الإقليمية بينما الشعب العراقي بأسره ما يزال يدفع الفاتورة الباهظة من حاضره ومستقبل شبابه الذين ولدوا في ظروف الغزو ووصلوا إلى مرحلة الشباب محملين بذكريات الموت والخطف والتهجير والتنكيل من قبل ميليشيات كانت مفرزات الغزو الأمريكي الكارثية علاوة على عملية سياسية تفتقر إلى أدنى درجات إدارة البلاد فضلاً عن سعي أحزابها إلى النهب والسلب وتحقيق المصالح الشخصية والصراعات الداخلية حتى وصلت إلى مرحلة أحرجت داعميها ولا أدل على ذلك من الخلاصة التي وصلت إليها المبعوثة الأممية جينين بلاس خارت ومفادها أن العملية السياسية لا يمكن إصلاحها أو الاعتماد عليها لبناء أي مشروع سياسي بعد عشرين عاماً لا توجد إلى الآن نية دولية جدية لإيجاد حل جذري ينقذ العراق من دوامة الفوضى بيد أن هناك حلولاً شعبية بلورتها الاحتجاجات المتلاحقة حتى شكلت ثورة ذات وعي عميق لطبيعة المرحلة وظروفها ورأى شبابها الثائر أنه لا بديل عن اجتثاث العملية السياسية من جذورها وبناء نظام وطني يكون قادراً على طي هذه الصفحة السوداء من عمر العراقيين